بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الملوخية النهاردة من 4 ل 7 جنيه الخضرة قليلة في الأرض أصلاً لارتفاع في درجات الحرارة وبالتالي هي قليلة في سوق العبور سوق العبور بيبيع الخضرة بالكيلو الكيلو من 8 ل 12 جنيه حسب الأنواع الشابط والبقدونس والكرافس الكوسة من 16 ل 22 وطبعاً في منها درجات عجبها لحضراتكم حالاً الفاصولية من 35 ل 45 واربعين والقلقاس من 22 ل 25 والجزر من 140 ل 210 الفلفل الشطة من 11 ل 12 وفلفل الشطة السوب من 14 ل 18 الألوان من 30 ل 40 والفلفل الرومي ب12 و13 جنيه المخدد والابيض من 4 ل7 جنيه دي درجات من الفلفل الرومي طبعاً فلفل المينيا بيفرق عن فلفل العمرية الخيار البلدي من 12 ل 15 الخيار السوب من 19 ل 21 وقادي درجات الكوسة المختلفة كل درجة ولها سعر طبعاً حسب النورة والتجريح اللي فيها البتنجان العروس من 3.5 ل 7.5 وبتنجان الرومي من 4 ل 7 واللمون من 10 ل 3.7 جنيه طبعاً اللمون هيبقى البديل في المخلل للزاتون السنة دي تماطم من 150 ل 180 وفيه تماطم جودة عالية من 220 لغاية 300 جنيه البصل والبطاطس والبطاطا والتوم نقول لحضراتكم اسعار البطاطا بطاطا المينيا وكفر الشيخ وضميات من 3 ل 4 ل 5 بطاطا ضميات بستة و تمانية جنيه التوم من 45 ل 65 اللي بقيرشه والمقروض من 70 ل 80 التوم المستورد نزل السوق واسعاره بتبدأ من 120 و130 اللي هي بتبقى اللفة ربع كيلو البصل اه هنتكلم على البصل والبطاطس اكتر شوية اه في نهاية الفيديو احنا شغلين كده في الاخر وهنتكلم مع حضراتكم عليه حالاً البصل من ستة لتسعة جنيه وبيوصل لعشرة جنيه البصل الابيض والبصل الاحمر خمسة ستة ونص وبيوصل لسبعة جنيه البطاطس البطاطس الفارزة من خمستاشر لستاشر وفيه بطاطس نوالة لسه في السوق وفيه بطاطس كمان من سبعتاشر لعشرين جنيه اه دي بطاطس التبريد بطاطس الجودة العالية واحد وعشرين اتنين وعشرين البافلو والتايتون والكينج سيمان اه كينج سيمان اه اتكلمنا كده على الاسعار وده الكلام اللي بيهم المشاهدين في البيوت بننزل بنشتري بنفس اسعار دي بنشوف اسعار الجملة ايه لو كنا هنشتري جملة فيها عليها مصاريف اللي هي المشالة بتاعت اللي همال اه في السوق وطبعا في القطاع الكلام بيختلف اه اه كتير عن الاسعار اللي انها دي في الجملة اللي انا عايز بس اقول لحضراتكو ان بالنسبة للبصل البصل طبعا لما كان البصل المقور اه كتير والبصل الفتيل كمان كان اه اكتر منه لدرجة ان الفتيل قعد لغاية ما البصل الجديد اه نزل والبصل اه الابيض البصل بقى كدميات اه كبيرة في المخازن درجات الخرارة اصارت اه اصارت جدا بنشوف اه ناس يعني بتشيل بصل عندها بايز في المخازن بجرفات اه كبيرة وناس بترمي البصل ومع ذلك في ناس عندها بصل اه نضيف لسه لغاية دلوقتي اه صلابة ولون اه اه جودة عالية اشر كتير حامي البصل طبعا وهينزلوه في اخر الموسم وهيبقى ليه اه اصار نفس الحكاية بالنسبة للبطاطس البطاطس في ناس كتيرها دخلت ممكن واحد يقول اه لصاحبه ايه معك رشين تعالي حط البطاطس في التلاجة وهنطلع والدورة ويشتغل والكلمة للناس اللي هي ما بتبقاش يعني لها في الشغلانة اه قادي البطاطس عموما احنا من خمستاشر تمانية ل خمستاشر تسعة هنبدأ نزرع في البطاطس الجديدة اللي هتطلع لنا ان شاء الله المفروض في حداشر يمكن تتأخر عشان درجات الحرارة الناس مش قادرة تزرع دلوقتي لآآ شهر اتناشر ان شاء الله اللي موجود في التجلاجات آآ يكفينا وتقريبا الحلقة بتاعت النهاردة كده كانت آآآ سريعة فان شاء الله برضو نعمل حلقة مكملة لها وخاصة من الفكهة شكرا 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 شكرا